مش كلنا مشتقين لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مش كلنا نفسنا نسمع عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فكرت يوم عرفة اتكلم عن ايه بعد اما اتكلمت عن فضل يوم عرفة فما لقيتش حاجة افضل من انا اتكلم عما انبشرنا بكل خير في كل يوم اللاسي ما يوم عرفة عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم والنعارض ما بكلمك عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بكلمك بلسان امرأة أحبت رسول الله من أول وهلة ومن أول نظرة والإنسان لما يحب إنسان يتفنن في وصفه ويستعير كل الكلمات اللي تعينه على جعل حبيبه جميل المنظر والخلقة فكيف الحال؟ وأنت لا تحتاج لاستعارة لأن الكلام سيعجز عن وصف من ستصفه تلك المرأة وهو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف الحال؟ وستعجز الكلمات عن وصف من وصفه ربه سبحانه وتعالى في القرآن وزكاه ومنحه أعلى الأوسمة في القرآن الكريم ومعلوم إن كل شيء به مقياس يقاس به أو ميزان يوزن به فرسولنا صلى الله عليه وسلم وإحنا بنوزن معا كده مناش ميزان للحب لأن القرآن الكريم لما وزن الأخلاق كان مقياسه في الأخلاق سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلشان كده القرآن الكريم ما قالش وإنك ذو خلق عظيم أو صاحب خلق عظيم لا دا قاله وإنك لعلى وإنك لعلى خلق عظيم يعني الأخلاق ضاقت بخلقك يا رسول الله فعلوت أنت فوق مرتبة الأخلاق فصارت الأخلاق وتتشرف إذا نسبت إليك يا سيدي يا رسول الله تخيل بقى وأنا بكلمك عن وصف سيدنا الحبيب وبكلمك عن وصف الشكل والهيئة لأن وصف الأفعال والأوامر والنواهي نقلوا لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا هكلمك عن امرأة كانت من أجمل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هم تنين تفننوا في وصف النبي قوي أم معبد المرأة البدوية وهند ابن أبي هالة اللي هو ابن السيدة خديجة ربيب سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهند دا ولد ماهوش بنت والعرب كانت تسمي الصبيان بأسماء البنات من باب التدليل وهند دا ربي في حجر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع كده أم معبد حتقول لزوجها إيه وهي بتوصف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع بقلبك واسمع بميزان الحب اللي خطف قلبه وبصر أم معبد فقالت اسمع قالت ايه قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صلعة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرا شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن من فمه ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر السلاثة منظرا وأحسنهم قدرا ولغوا رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لتنفيذ أمره محفود محشود لا عابس ولا مفنت تخيل كده كل الكلام اللي قالتهم ومعبد ده في وصف النبي كلام عايزين له نشرحه وعايزين له نعيش معاه يقول لك أي حد كان يبص على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه أمرين أول حاجة مش عايز يغمض عينه من شدة الجمال ومع هذا ما يقدرش يحدق عينه في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة النور ومن شدة المهابة التي أطفاها ربنا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعشان كده اسمع سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه وعرضاه وبيتكلم عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فبيقول أحسن الناس صفة وأجملها الله أكبر أبو إسحاق الهمداني بيقول لامرأة حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهيه لي اوصف النبي كده بحاجة أقدر أفهمها قالت كالقمر ليلة البدر ولم أرى مثله ولا بعده مثله ولم أرى قبله ولا بعده مثله ملئتش حد في جمال النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بيقول للربيع بنت معوز رضي الله عنها بيقول لها صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم افس فيه قالت يا بني لو رأيته لقلت الشمس طالعة قال أبو هريرة ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري وفي روايح تخرج من وجهه اسمع اللي حبه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابن عباس رضوان الله عليه وأرضاه بيقول اسمع الكلام ده أوي بيقول لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مع شمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يكن مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج الله أكبر ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعشان كده لما تلاقي الصحابة عملين يتفندوا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفننوا وكل واحد بيبص من منظر هرجعك لعبارة قلتها زمان وقامت الدنيا وما عادتش قلت إن الصحابة ما شافوش النبي كل واحد زي التاني كل واحد شاف النبي على حسب قدره وعلى حسب إيمانه وعلى حسب حبي ولذلك كل منهم تفنن في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه بطريقته ووصفه بطريقته اسمع كده الإمام الترمذي وهو بيروي عن قتادة والدارة كونتني عن أنس بيقول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وصوتا عشان كده الإمام الكرطبي رضوان الله عليه وعرضه بيقول إيه يقول قال بعضهم اسمع الكلمة دي أوي لم يظهر لنا تمائم حسنه صلى الله عليه وسلم ولا تمامه لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم ولا تمامه ما ظهرش إمام الكرطبي بيقول لم يظهر لنا تمام حسن النبي ليه قال لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم ده الإمام الكرطبي اللي بيقول الكلام ده مشانا بيقول إن تمام حسن النبي ما ظهر لنا صلى الله عليه وسلم ليه الإعنين ما تستحملش ولله ضر من قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم